في الفيليب أو في فيتنام توفي رئيس البلاد تران داي كوانغ صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز واحد وستون عاما وفق ما ذكره التلفزيون الحكومي وقال إن تران داي كوانغ توفي صباح اليوم في المستشفى بعد معاناته من مرض خطير وأوضح أن الرئيس توفي في مستشفى عسكري بالعاصمة هانوي بالرغم من جهود الأطباء المحليين والدوليين علاجه وانتخب البرامان في أبريل من عام 2016 تران داي كوانغ رئيس للبلاد والذي كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وقبلها شغلت تران منصب وزير الأمن العام وهي منظمة تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية وإحباط التهديدات الداخلية والخارجية